بحث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر مع وزير التربية والتعليم البحريني الدكتور ماجد نعيمي وسبل تعزيز أفاق التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في مجال التعليم وذلك على هامش أعمال مؤتمر إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي الذي عقد اليوم في العصمة البحرينية المنامة وفي اللقاء أشار دكتور بن دغر إلى تجربة الأشقاء في البحرين التعليمية قدوة ومثال يحتذا به موضحا أن القيادة البحرينية أدركت الأهمية الأولى للتعليم في البناء الاجتماعي والثقافي والحضاري لذا نشأت في البحرين مؤسسات تعليمية متقدمة وأنظمة ومناهج تعليمية مميزة وفي نهاية اللقاء كرى موزير التربية والتعليم البحريني رئيس مجلس الشورى بدرع المئة عام على إنشاء النظام التعليمي في مملكة البحرين